عنديك مناسبة حلوة أو عيد ميلاد أو عيد جوازك وننسك تعمل ترطاية بس اتفشل منك على طول أو مش بتعرفي أصلا تعمليها جربي جاتوش هتقول الألاناس اللي احنا عملنا النهاردة مع بعض طعم مطحفة جدا وسهل وسريع واقتصادي وكمان في الخلاط بجد يا جماعة هيكون إدمان خاصة بقى صوس الألاناس التحفة الجميل اللي احنا عملنا ده من غير قطعة الألاناس واحدة طعم محلوة قوي قوي طلعت منه عشر قطعة جاتوش تقدر طبعا تخليهم اتناشر قطعة زي ما انت عايزة يلا بسرعة كده نسمي ونصلى على سيدنا النبي ونبدأ مع بعض الفيديو هجيب بقى كده الخلاط بتاعي وهشتغل كل حاجة في الخلاط عندي كوباية من اللبن اللبن لازم يكون دافي ما يكونش سفن بإغلي وما يكونش سائع من التلاجة اللبن بتاعنا يكون دافي بنفس الكوباية بتاعتي هي هي هيا هنجيب كده كوباية من السكر سكر حبيبات سكر خشن اي حاجة برضو مفيش مشكلة كل ده بقى هتضرب معنا في الخلاط ومش هيبان خالص بنفس الكوباية هي هي برضو هنجيب كوباية كده من الزيت والمفاجأة بقى ان ده زيت تموين مش زيت درع ولا زيت عباد ولا الكلام ده كله ما تلاقيش خالص ده زيت تموين وما بقاش لي ريحة ولا اي حاجة متخفيش هنزل بقى كده عليهم بكيس من فروتي بتعم الاناناس وعايز اقول لكم السر كله هنا بقى لو عايزة بقى بتعم فراولة بتعم توفاح بتعم خوخ بتعم مش مش اي طعم تاني براحتك خالص اختار الكيس اللي انت عايزاه وطبعا لون الكيكا بتاعتك وليون الصوص بتاعك هيكون متأثر بالطعم اللي انت هتختاريه درابطون في الخلاط زي ما انتوا شايفين ناعم جدا 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 يعني 3 دقايق 4 دقايق براحته خالص لغاية نبقى القوام ناعم جدا وتحس ان السكر ده بمعاك تماما اهم حاجة عنتي كل المقدير اللي احنا هنستخدمها النهاردة تعييريها كلها بكباية واحدة كباية بقى مربعة كباية مدورة كباية كبيرة كباية صغيرة اهم حاجة كل حاجة هنستخدمها في الكيكا بتاعتنا تبقى كباية واحدة بعد بقى مضربنا الصوص بتاعنا كويس جدا في الخلاط وقام تقل معايا بالشكل ده باخد منه كباية بنفس الكباية اللي كنت بعير بيها الزيت والسكر واللبن هذا خالها بقى التلاجة شوية وعلى نفس المكانات بتاعتي هضيف عليهم بطين وباكم من الفانيليا البودر او معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة ومعلقة كبيرة من الخل والخل هنا بمثابة محسن طبيعي للكيكا هيخليها هشة ومرتفعة وبيضة وفي نفس الوقت هيشلك اي زفارة للبيضة ضربتهم كويس جدا وركنتهم بقى كده على جنب هجيب بقى كده بولة تانية عشان نعجن فيها الكيكا بتاعتي هنحط بقى كده فيها كباية ونص من الدقيق برضو بنفس الكباية المستخدمة معانا من الاول الديق بتاعك لازم يتنخل كويس جدا مرة واثنين وثلاثة علشان الكيكا بتاعتك تكون هشة كده ومرتفعة ومتنفسة ما تكونش مكتومة هنزل بقى كده عليهم بمعلقتين كبار من النشا وزي ما انتو عارفين النشا بتخلي كيكا بتاعتك مرتفعة ومترجعش تهبط معاك تاني يبقى كده معلقتين كبار من النشا وعندي معلقة كبيرة من البيكنج بودر انا بحب جدا اللي من شركة دريين بتكون نتيكتو حلوة قوي هاخد بينه معلقة كبيرة زي ما انتو شايفين بالشكل ده الكيز ده انا كنت اخدا منه قبل كده فكاننا نتبقي فيه معلقة واحدة بس كبيرة ورش بسيطة كده من الملح ونقلبهم كويس جدا مع بعض ضروري جدا تقلب البيكنج بودر مع الديق علشان تتأكدي ان البيكنج بودر وصل لكل جزء في الديق علشان طبعا تبقى الكيكا مرتفعة معاك ارتفاع واحد ما تبقاش علي من ناحية وناحية لأ هنزل بقى كده عليها بالسائل بتاعنا اللي احنا ربناها في الخلاط ونقلب زي ما انتو شايفين في اتجاه واحد زي ما احنا متعودين في اي كيكا بنعملها في اتجاه واحد علشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلنا فيها ننزلي كده كل الجوانب الديق بتاعتك الموجودة على البولا علشان يبقى كله تقلب معاك كويس جدا ويتأكدي برضو ان ما فيش ديق كده متكتل وموجود معاك كده في قاع البولا من تحت بحب اعجل الكيكا بتاعتي في بولا بيريكس عشان ارفحها زي ما انتو شفتو كده وبص عليها من تحت اشوف في ديق متكتل او ديق ما تقلبش معايا ولا وطبعا كان في حابة ديق كده ما تقلبوش قلبتوه كويس جدا وكده خلاص بقى القوان بتاع الكيكا بتاعتي حلو جدا زي ما انتو شايفين بينزل خط كده مستقيم مش خط متقطع يبقى كده الكيكا بتاعتي مزبوطة لا هي محتاجة سويل ولا هي محتاجة دي هاركن بقى الخليط بتاعي كده على جنب وهجيب اي صنية مقاس 26 وعايز اقولكو الصنية دي استلس بتطلع معايا الكيكا فيها حلوة جدا جدا مش شرط تكون صنية الومونيا مش شرط تكون ماتيريا المعينة استخدام اي صنية موجودة عندك بطنتها كده بمعلقة صغيرة من الزيت دهنتها كويس قوي وبعد كدتها رشة كده من الديق حوالي معلقة وبطنتها كويس جدا واي بوائي دي طبعا بخرجها نزلنا كده بالخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ونوزع الخليط بتاعنا كويس جدا في الصنية عشان نتأكد ان هي تطلع معاك كلها ارتفاع واحد ما سيبيش اي حاجة في البولة بتاعتك فضيها كويس قوي ويديها بقى كده خبطتين زي ما انتوا شايفة كده على الرخامة عشان طبعا ميبقاش فيها مسام من جوة وتبقى كلها زي ما قلتك ارتفاع واحد هاتخالها فرن مسبق التسخين في الرف الوسطني على 170 هتاخد حوالي نصف ساعة معايا وهتبقى معايا بالجمال ده عايز اقول لكم خدت معايا لون في كل حتة من وفوق ومن تحت في الجوانب من غير ما اولى عليها الشوية نصف ساعة وكانت مستوية معايا واختبرتها تلات معايا لخيلة نظيفة هزبر طبعا عليها كده علغة متيه ده خالص علشان ما زي تقطعش معايا كده ولا تفرول لما اجي قطعها بالسكينة او حتى لما اجي قلبها بالشكل تاف الصينية علبتها زي ما انتوا شايفين كده على الناحية التانية علشان السطح المتساوي كده يكون هو اللي من فوق علشان لما اجي زيينها كده وظبطها يكون شكلها كده حلو متساوي عندي بقى هنا خطوة اختيارية بس فرقت معايا جدا فهششت الكيكة وطروتها نص كباية من اللبن السائع حطيتها كده بس في اي حاجة يكون ليها بوز علشان اعرف كده انزلها يعني احطها كده في كل حتة في الكيكة بتاعتي اوزحها كويس جدا زي ما انتوا شفتو اللبن ده طبعا ده كان كامل الدسم زي ما انتوا شايفين فانا وزعتها كويس جدا اللبن ده خلاها يا جماعة طرية جدا جدا مش نشفة مش افشة مش اي حاجة هالس وبعد كده طلع السوس بتاع كده من التلاجة زي ما انتوا شفتو القوام بتاعه مسك شوية هنبدأ بقى نصبه كده فوق الكيكة بتاعتنا ونوزعه كويس جدا علشان زين به الكيكة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده مش قادر اقولكو ريحت وعملة زي ريحت وحلوة قوي يا جماعة ريحت الاناناس يعني الكيكة ده اناناس من غير ولا اناناس فيها زي ما قلت لك لو انت حابت تعمليها بالفراولة بالمشمش بالمانجا بأي طعم تاني زي ما انت عايزة طبعا ده هيفرق معاك في لون الصوس في الاخر هيبقى واخد طبعا لون النكهة اللي انت حطاها انا الكيكة بتاعتي كده والجاتو بتاعي بالنسبالي وبالنسبالك وخلص بس انا كده حبيت اضيف لها تنزين تاني بما اني كان عندي كراميل في التلاجة صوس كراميل كده فحبيت ازي لها تنزين عشوائي زي ما انتوا شايفين كده على الوش داري متعملش اي حاجة تاني خالص وتقطعيها وتقدميها بألف عالة وشفة وهي كده اصلا مش محتاجة اي حاجة تاني فادتها كده خطوط عشوائية ورحت وجيت كده عليها بالستيك وطبعا ما فرقش اوي في شكلها فما فيش مشكلة وزي ما انتوا شوفتوا كده انا كنت حط الصوس بتاعي على كيكة وهي كانت لسه دافية شوية ما كانتش بردة تماما فكيكة بتاعت تشربت الصوس خد بالك يعني لما تيجي تتشربيها الصوس بتاك او تزينيها بالصوس ده حطيه كيكة بتاعتك بردة تماما عشان يفضل كده موجودة على الوش ما تتشربوش كيكة بسرعة قطعت الجاتو بتاعي على عشر قطع وكان يفع طبعا قطعهم على اتناشر بس مش عارف ايلي خلينا قطعهم على عشرة كان عندي بقى هنا كريز احمر قطعت كده زي انتي بيه كده كل قطعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هابدى بقى طلحها عايز اقولك خطيرة جدا 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 قدميها بقى كده في طبق تقديم حلو كده شكله حلو او سيرفيز شكله حلو كده وحطيها كده في عيد ميلاد في اي مناسبة حلوة عندك او حتى في اي وقت كده للولاد هيفرحوا بيها جدا شايفين بقى ماشاء الله كيميل طلعت معايا كمية حلوة جدا زي ما قطتلكو دست جاتو من بطين وكباية لبن كباية دقيق كباية سكر يعني حاجات بسيطة جدا شايفين بقى كيميل طلعت معايا قد ايه ماشاء الله خطير جدا زي ما قطتلكو طعم حلو قوي رحته جميلة جدا عجب جدا الولاد عندي من كتر ما هو طعم حلو قوي عايزين نعمله تاني بجد حلو قوي شايفين الكيكة بتاعتي قدية هشة وخفيفة جدا ولونها فاتحة جدا من جوة بجد جماعة حلو قوي كيكة سهلة وبسيطة ومش تاخد معاك وقت خالص نفذيها كده بسرعة في الخلاط ويعني في عشر دي هتطلعي من المطبخ ومش تقف خالص في المطبخ ودي كانت وصفة النهاردة مستنية بقى رأيكم في الكومنتات وكمان مستنية تطبقوها وتبعتولي صور تطبقتكم على صفحة الشيف مامي على الفيسبوك اترككم في العيد الله مع السلامة شكرا